نفتح مشاهدين الكرام حيزا لنقاش أيضا في هذا الموضوع 48 غرفة لتجارة والصناعة تحاصلها المشاكل من كل جانب وزير التجارة تعديل القوانين الأساسية لغرف التجارة والصناعة ضرورة ملحة وضع اقتصادي منكمش ينعكس سلبا على أداء غرف التجارة والصناعة بالجزائر كلاد وكتر مع ضيف الأساد أجوري عبدالقادر رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أعلم بك سيد الكريم وشكرا لقبولك دعوة أيضا شكرا لنا هذه الاستضافة برك الله فيك أكيد قلنا بأن الغرفة الوطنية زائل 48 غرفة للتجارة والصناعة عبر القطر الوطني تحاصلها المشاكل من كل جانب أنتم بالأمس كان لكم لقاء مع الوزير سنتحدث قليلا حول هذا اللقاء لكن بس أن نشير ونوضح حكث عن سورة المواطن جزائر يعرف أن حجم الخطر المحدق بالاقتصاد الوطني إن كان فيه مشاكل تنخر إن صح التعبير غرف التجارة والصناعة في الجزائر بسم الله الرحمن الرحيم أولا قبل كل شيء المشاكل ليست جديدة أو حادثة المشاكل فهي منذ سنوات ومنذ سنوات ولكن كانت بغطاء الأرقام مغطية بالأرقام المزيفة نحن اليوم في الشفافية وتكلمنا مع الوزير على أساس أن لازمنا غير الحقيقة والصراحة والجدية والصدق والميدان إذن فعليه استقبلنا بكل رحابة صدر وفتحنا المجال من ضمن أولوياتنا في الغرفة الجزائرية سطرنا خارط الطريق أو برنامج أو استراتيجية أن بداية قبل من نباشر حتى نشاطاتنا خارج الوطن أو نشاطاتنا في ملتقيات مع دول أجنبية القاعدة هي الأولى لدينا رد طلبنا منه رد الاعتبار للغرف التجارة والصناعة كباقي الغرف في العالم كامل لأن الغرفة هي الوسيلة والأدات والهيئة الرسمية لمناخ الاستثمار والتسهيل الاستثمار اليوم القانون الأساسي مجرد من كل الصلاحيات للغرف وآخر تعديل له في سنة 1996 لا استقلال مالي ولا مبادرات ولا مش من 1996 كيومي قولك 1996 أعرف في وقت كان حتى التواصل الاجتماعي مكانش وكان حتى الهاتف النقال من زال مكانش كآخر تعديل هذا يندل على شيء وشي يدل يدل أن من سنة 1996 إلى يومنا هذا أنا مكانش جدية ومكانش عمل ومكانش ناس تحب تخدم الوطن هذا والاقتصاد الوطن وكان الاقتصاد معتمد كانت تضطرها للبترولية الحمد لله متوفرها يعني الناس متحوش عن الاقتصاد الموازي للبترول هو الاقتصاد الحقيقي هو الاقتصاد اللي يعتمد عليها أكثر من البترول جميل لأنه وضع هو يعاد تحصل حاصل للتقييد لأنه تم تقييد أداء الغرف غرف الصناعة والتجارة أيضا من طرف حتى رؤسائها لي من المنتخبون ما عندهم أي صلاحيات بأعلا مكانش صلاحيات القانون الساسي جردوها الغرف من صلاحياتها ومن أداء المهام المنوطة لها يعني كباقي الغرف في العالم كامل يعني نشوف في دول العالم كامل الغرفة هي كان في بعض دول الغرفة هي لتسير المناطق الصناعية وإذا كانت تسير منطق الصناعية هي هي اللي يكون عندها بصمة في اختيار المستثمر الناجح والمستثمر في الكفاءة اليوم أنت رأي تشوف في 48 ولاية في الجزائر أن أغلبية مناطق الصناعية كنوا نشوفوا 50% منها مستثمرين وهميون واليوم رميانوا بشي نحولهم العقارة التيحهم وكذا نحن علىها نغلطوه حتى بشي نحولهم العقارة التيحهم لأن كانت أداء الغرفة يعني كانت الغرفة كان عندها كانت تدرس الملفات هذه تدرس المستثمر وتدرس المشاريع التي تلزم البلاد ولا ما تلزمش لأن عندهم نظرة جماعة اقتصاد وكل غرفة وجماعة رجال وأعمال يعرفوا أن المشاريع وشي خصها المشاريع الاستراتيجية المستقبلية يعرفوا المشاريع لأن حتى مشروع ممكن يعرف يقولك ما ينجحش في الولايات هذه المشروع هذا مثلا المشروع يقولك مادة الطيين بعيدة عليها مثال 300 كم ممكن إذا كان هو المستثمر غلطت وقالي أنا استثمر في هذه المنطقة لكن النظرة تبقى دائماً نتاع الإدارة وتبقى نتاع الغرفة أن المشروع ما ينجحش لازم ننصحه لنوجهه لتوجيه المرافقة إلى غير ذلك إذن دور الغرفة اليوم سيتفعل إذن تفعيل دور الغرفة أو إعادة الاعتبار للغرف هذه أهم حاجة إذا تم كل هذا إعادة الاعتبار للغرف هل تملك الغرف الإمكانيات اللازمة؟ هل تملك الإمكانيات إمكانيات البشرية وإمكانيات الفكرية أو إمكانيات أنه فيت مشاريع يمكن أن تجسدها ميدانياً إذا كان فيه إعادة لمراجعة القانون الأساسي وإعداد ورقة طريق واضحة من أجل عمل هذه المؤسسات أو هذه الغرف تجارة صنعية ما كانش التموين بيشتخدم به الغرفة ما كانش والعزوف حتى نخرطات عزوف كبيرة على الغرف يعني من التسعينات وهو العزوف يعني عزوف اللي تقدر تقول في بعض الولايات ما نكون إلى 30 أو إلى 40 أو إلى 50 منخرط في السنة من 20 ألف سجل تجاري من 10 ألف سجل تجاري من 15 ألف سجل تجاري في كل ولاية معناها أرقام مهولة والإنخيرات يعني عزوف كبير اليوم إحنا رح نستقطبوه كل شر كل التعاملين الاقتصاديين بالصناعيين والتجار والخدمات أصحاب الخدمات إلى غير ذلك لكن بيش نستقطبوهم يليق إحنا نوفره واش رح نقدمه يليق إحنا عدل القانون الأساسي بداية أولا قبل كل شيء عدل القانون الأساسي واسترجاع الثقة المتعامل الاقتصادي في المسؤول الأول في القطاع في الوزارة التجارة أو وزارة الصناعة اللي يراه يعني تشوف يعني وزير تلقى متعامل اقتصادي عنده يعني 20 سنة متعامل اقتصادي في أحد ولاية الجزائر يعني 20 سنة يقول لك ما زال ما شفتش وزير من المفروض كل سنة يعني لو يمرون مرتين ولا كل سنتين أو ثلاث سنوات يشوف وزير ويبلغ انشغالته يعني إحنا رئيس القطاع ووزارة الصناعة ووزارة التجارة لغير ذلك يشتغلون في طريق والمتعامل الاقتصادي في الطريق اليوم احنا الاستراتيجية تعنا كغرفة كغرفة لقنا توافقة مع السيد مع الوزير التجارة باش نبقى نبدأ العمل جماعي لنبقى التواصل الجماعي مع بعضنا إلى القاعدة وإلى الملتقيات جهوية مع المتعامل الاقتصاديين إذا اللقاءكم بالأمس مع وزير التجارة سيد جلاب كان مثمر مثمر جدا وهذا من ضمن نقاط اللي تكلمت عليها هذا محور اللقاء يوم أمس وعدة نقاط تكلمنا عليها وعدنا على أساس القريب العاجل النشرة في اللقاءات الجوارتانا ونبسفتي كرئيس الغرفة الجزائرية للتجارة الصناعة في القريب العاجل شكلت لجنة يوم أمس في القاعة لأن العمل يطلب من السرعة شكلت اللجنة يامس لتحضير الاقتراحات لتعديل القانون الأساسي بإذن الله ووقت قصير بإذن الله بمدة عشر يوم إن شاء الله بإذن الله نبلغوا الاقتراحات تانا معادي وزير التجارة وإن شاء الله تلقى كل التسهيلات لدى رئيس الحكومة لأن القانون الأساسي ما يحبس شغير عند وزير التجارة إن شاء الله إن شاء الله هذه التمنية هو الوزير أيضا وزير التجارة كان له تصريح فيما يخص مراجعة القانون الأساسي لغرف التجارة والصناعة من أجل تعديله تماشي أنه تطور الاقتصادي الحاصل في الجزائر وفي العالم أيضا أنه في تطور اقتصادي حاصل في العالم الوزير قال بأنه سنقوم بمراجعة القانون الأساسي لغرف التجارة والصناعة من أجل تعديله كده هذا تعديله فيه الحاجات يعني ولا مواد اللي يقال لما عندها حتى داعي باش تحدافه وفيها اقتراحات يتدأ باش نزيده فيه مواد أخرى وباش يتأزل القانون الأساسي هذا يكون مواكب كما قال الوزير يتواكب مع العصر وتواكب مع دول متعصرنا وخاصة لنحن الحكومة ومتطور اقتصادية والعصر والغير ذلك ما 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 كانت فيه أرضية وكانت فيه عمل جاد بطرف الوزارة الوصية وكانت فيها مرافقة جادة للغرف غرف تجارة وصناعة في الجزائر وكانت فيه تعديل للقانون وما إلى ذلك ماذا يمكن أن تضيف للاقتصاد الوطن؟ بالطبع باش تضيفه لكل عمل أكيد باش يكون عنده نتائج في الأخير لأن تعديل القانون الأساسي يفتح فرصة أكثر بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين يسهل المهمة أكثر للرؤساء لجلب مستثمرين من خارج الوطن عنده عدة إيجابيات القانون الأساسي وبالنسبة للظروف الحالية الظروف الحالية رأي تمر للمستثمرين رأي معادي لأنه كان الناس رأي صحاب عازمة وحب الوطن لأن الناس رأي يعني سير الاقتصاد الحمد لله رب العالمين نحن عرنا مناش نكرين ولا باش نقوله الجزائر والاقتصاد الجزائر بالعكس الجزائر يشهد العام والخاص عن الاستقرار المؤسسات الوطنية وراك تشوف انت احنا كنا في وقت ما نظرنا 2009 أو 2010 يعني دولة مستقرة وإدارة مستقرة وكانت السيولة في البريد ما كانش يعني والحمد لله احنا اليوم شوفت مر غير اليوم الظروف والتقلبات السياسية لأرى في الجزائر باش هكذا يفهم حتى المتعامل والمستمع ولا من يشاهدون الآن أن الدولة ذات مؤسسات الدولة ذات مؤسسات هذه الرياح لا تضطرش فيها الحمد لله السيولة من قطعتش من البنوك ومن المركز البريد والحمد لله يعني التحويلات البنكية ومع علاقة الجزائر مع بنوك بالخارج نعطيك شوف ليبيا شوف دول الأخرى شوف مصر يعني حتى العملة نتاحة متنهار الحمد لله العملة نتاحة نحن يرى محافظة على محافظة على قيمة نتاحة البنك نتاحة معترف به لدى العالم كامل بنوك ليبيا كامل غير معترف بها في البنوك العالمية يعني مشكلة حتى بتحويلية معها الحمد لله أنا نقول إذا كان هذه الظروف إذن لو زيد تسهل لنا المهمة بتعديل القانون الأساسي وبحرص الوزارات المعنية ومرافقتنا كذلك لازم التفاتة كذلك الوزارات المعنية لشغال العمومية النقل والصناعة هضم كل وزارات يعني القطاع هذا الوزارات للغرفة التجارة والصناعة والخدمات جميل ماذا يمكن نقول في الأخير أستاذ قولي عبدالقادر رئيس الغرفة الجزائية التجارة والصناعة ولننسب أنه أيضا الوزير سعيد جلاب أكد أن تعديل القانونين الأساسيين والأحكام والإجراءات التنظيمية للنشاط غرفة التجارة والصناعة أصبح ضرورة ملحة هذه ربما بشرة ضرورة نعم نحن طلبنا في 15 جوان كان هذا مشروع من المشاريع هذا المشروع هذا البرنامج والحمد لله كي عاد عندنا برنامج ولا عادنا فكرة والوزير يعني تجاوب معنا ويعني كي ينتوافق للأفكار إن شاء الله هذه السراتيجية واحدة هذه السراتيجية واحدة والهدف واحد نحن إن شاء الله ومن خلال الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد وتتبعكم للوضع الاقتصادي الراهن للبلاد كيف هي نظرتكم يعني في أمل لا في أمل أكيد في أمل نحن دايما إيجابيين ودايما نتفاعل خير البلاد والحمد لله نحن الأيامات في الظروف السياسية اللي بقاتنا ماهيش أكثر من اللي فوتناها صحي ممكن تفصلنا على الانتخابات ممكن شهر شهرين إلى ثلاثة إلى أربعة الحمد لله فات ستة شهر وسبعة شهور والحمد لله بالعالمين الاقتصاد الأمور سير عادي جدا بالاقتصاد إن شاء الله شكرا جزيلا لك سيد قوري عبدالقادر وفا جزيتي جهزنا على وجودكم معنا اليوم وليترى هذا الموضوع أيضا بوركت يا أخي ومشكورين إن شاء الله وبرك الله فيكم شكرا جزيلا لك شدينا الكثير